السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربيه بيدي الفراخ الفيومي الروزي النهاردة معينا عمر شهر هنعمل بقى مع بعض ليهم اكل يعني ارخص اكل ممكن تعمليه للفراخ طبعا الفراخ بديت من اول يوم واحنا مأكلينها بداي العلف مع حاجات بسيطة جدا من العلف يعني بنعمل بديل العلف ونرش رشة خفيفة كده الدورة ديت موجودة في قوائم التشغيل ولو عايزة تشوفيها من الاول يوم تبليه في التعليقات وهنا هحطلك الرابط بتاعها لو انت مش عارفة توصلي لقوائم التشغيل اه ما شاء الله النهاردة الفراخ كملت شهر تمام كده بدام الفراخ عندي كملت شهر انا بقدر احط لهم ردة بالنسبة لموضوع الردة اللي الناس كلها مختلفة عليه انا طول عمري بربي بالردة طول عمري بربي الفراخ بالردة ما عنديش اي مشكلة خالص فيها النهاردة هعمل لكم وصفة اللي هما بياكلوا فيها دي ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده جميلة جدا جدا وقولك عالطريقة الصحيحة اللي تستخدمي بها الردة سواء كانت على مدى طويل او على مدى القصير يعني هتعملي وصفة سريعة ياكلوها في ساعة او ساعتين او هتعملي وصفة تمات معاهم يوم او يومين في المعلفة تحطي في المعلف كده يعني ناشفة طبعا الفراخ دي ما شاء الله لا قوة الا بالله اجمل نوع فراخ تسميد وما تنفعش للبيض ابدا بالذات لو هي هجين حقيقي يعني واوزانها حلوة تشيل اتنين كيلو اول ما بتكمل شهرين بتوصل اتنين كيلو اتنين كيلو ونص كمان انما لو هي رفيعة وخفيفة ونشفة بتبقى جيل تاني ما بتكونش فيومي روزة اصلي فبيبقى باين فيها البلدي اكتر فبتبقى باين انها فيومي اكتر بيبقى وزنها خفيف دي ممكن تسيبيها ببيض تعرف الفرخة اللي تصلح للبيض من الفرخة اللي ما تصلحش من كده من الوزن بتاعها لو الاوزان زي ما انت شايفة كده ما شاء الله الفرخ ما شاء الله مقرب عن نص كيلو وهو لسه عمر شهر لا دي ما تنفعش ابدا انها تكون ايه للبيض الفرخ البيض بتبقى رفيعة ونشفة وبص تلاقي الفرخة عنده شهر وصغير ونشف خالص كده دي تبقى حلوة جدا للبيض انما اللي زي كده ما شاء الله بتشيل اوزان بتاكل شهيتها عالية بتاكل بتاكل يعني زي الفرخ البيضة دي تقدر تتباح منها على عمر شهرين جميلة جدا جدا وعلى عمر سبعين يوم اصلا المزارع بتاخدها وبتخرجها على عمر سبعين يوم ديوك كبيرة واوزان كبيرة فماشاء الله دي معدل التحويل بتاعها عالي دي متهجنة بحيث انها تكون للتسمين فقط انا بربي فرخي التسمين دي لانها تبقى احسن فراخ عايزة تربيها ببلاش وتريح دماغك خالص بقى من استوانط العلف ومن استوانط الحبوب كمان يعني الفراخ دي ممكن تأكلها طول النهار خضار تأكلها انواع خضار وان شاء الله لسه في بدايل تانية حلوة جدا هعملها لكم افكار حلوة جدا غير اللي انا عملتها ليه هم اعملها تاني لان يعني كمان لان انا معلش معصرة معاكو جدا في الفراخ دي بسبب النت عندي ما بيدينيش امكانية ان انا اقدر انشو الفيديوهات وكمان الوقت يعني اليوم بيخلص ببص الاقي خلاص مش مش لاحق اعمل حيك المفروض ان انا اعمل بالليل وانا ما بصهرش عشان بصحة بدري فما مقدرش اصهر فهي ان شاء الله شوية كده وهزبط الدنيا بإذن الله بحيث نبقى كل يوم في فيديو عن الفراخ دي الفراخ دي انا جايباها علشان خاطر اضرب كل العصافير بحجر واحد انا باخد الدهون اللي فيها لما بتكبر بسيبها بسيبها تعدي الاربع شهور والخمس شهور لحد لما تبقى ما شاء الله جميلة جدا وعلى وش بيت كمان طبعا ديت لو باضت وسبتيها اضبيض هتبقى مكلفة جدا لانها بتاكل كتير فهتاكل اكتر ما هتنتج دي نقطة نقطة تانية انها هتبقى هتبقى يوم ويوم مش هتبقى كل يوم ابدا بسبب الدهون الكتيرة اللي بتبقى عندها تالت حاجة انها عمرها قصير عمرها الافترادي قصير مش طويلة يعني هتبقى شهر او اتنين وبس تلاقيها حصل لها اي مشكلة اي مشكلة حصلت وتلاقي الفراخ بدأت تفرفر وبدأت تموت منك وده السبب الرئيسي ان الناس كتيرة جدا بتقول انا بتنفعش عندي فراخ البياضة انا بجيب فراخ البيض وبتموت معايا هي كل المشكلة ان حضرتك بتجيبي فراخ تسمين مش فراخ للبيض ادي كل الحكاية طب اعرف فراخ التسمين من الفراخ البيض ازاي زي ما قلتلك كده الفرخ اللي بتلاقيه ما شاء الله بيكبر معاك ويوم بعشرة ده لا ده تسمين انما الفرخ الناشف الرفاية على المسافرة اللي تنفخيه طير ده بس مش يكون عيان يعني تحس ان هو ناشف كده بس حلو بيأكل وشرب وجميل وحلو كل حاجة بس نمو بطي جدا وخفيف يعني كتكوت بلدي ده بلدي ده حلو جدا ده البيض الفراخ دي جميلة تقدر تجيبيها وتتبحيها على رمضان هتسدي معاك اوي اوي في رمضان بدل ما انتم شايفين كده الاسعار استملا عليها كده طايرة في السماء والفراخ دي والله من اول يوم وانا عمالة طلعت عينيهم بصراحة بجد الفراخ دي مش شايفين شكل عامل الزيت دي لو متربيع العلف كان وزنها بقى ازل عن كده كمان وكمان بس كده حلو قوي يعني كده عسل جدا لان انا مش هتباحهم على عمر شهرين ولا حيك انا هستنى ان شاء الله لرمضان هيكونوا يكملوا ثلاثة اربع شهور علشان انا عايزة الدهن اللي فيه عليه بقى الدهن اللي فيهم يا جماعة ده يعتبر كنز والله العظيم ده بديل للزيت رائع جدا جدا انا عامل عنه فيديو على القناة دي بالتفصيل لو عايزة اكتميلي في التعليقات وانا اقولك ازاي بستخدمه كبديل زيت اقسم بالله العلي العظيم ان انا بقلي فيه البطاطس طحفة احلى من اي زيت زيوت المصنعة كلها اللي هي عمالة تغلى ديت انا انا فرحانة ان الزيوت دي بتغلى عشان اسمه تشتريهاش والله يعني انت لما تروح تجيب دهن طبيعي احسن مليون مرة من الزيوت دي زيوت المهدرجة دي بتجيب السد الشرايين وبتجيب الضغط وبتجيب الجلطات يا ربنا عافينا وعافيكم خطر جدا جدا السمنة الصناعي والزيت الصناعي كل الحاجات دي اكبر خطر عايزة تستعملي استعملي دهن يا رب بتجيب دهن مثلا دهن ابقاء بكر دهن معيز دهن خرفان دهن ضاني اي دهن طبيعي بتاع ربنا محدش تدخل فيه وتسيحيه انا عامل على القناة التانية بتاعت يوميات ماما حبيبتي بديل السمنة البلدي حولنا الدهن لسمنة بلدي البديل ده تقدري تقلي فيه بطاطس تطبخي تعملي بيه اي حاجة تقلي فيه تحمري فيه ممتاز وتطبخي بيه كمان رائع جدا جدا وارخص مليون مرة من ان انت تشتري الزيت المهدرج الصناعي ده وعشان حرام والله الاطفال الصغيرة اللي بتطلع دي وعلى بالما تكبر يكون جاتلهم انسادات في الشرايين احنا كلنا احنا الجيل بتاعنا تعب تعب من الحاجات دي وفين وفين لما عرفنا وفوقنا وبدأنا ان والله انا كان عندي مشاكل في القلب كنت فكرت ان انا خلاص قلبي يعني عندي مشكلة وكده يعني مكنش بعرف منام بالليل مش عارف اخد نفسي كان قلبي بيوقف وكن عندي ضيق ديق في الشرايين لما بطلت الزيت المهدرجة وبطلت السمنة المهدرجة وبدأت كله طبيعي انا بدأت ربي عشان كده عشان يبقى كل الحاجات اللي عندي طبيعي فالفراخ دي هتضربي عصفرين بحجر هيبقى عندك لحوم رخيصة جدا بدل الفراخ البيضاء مثلا اللي بتحتاج او الساسه وهيبقى عندك كمان الزيوت طبيعية بديل بديل رائع للزيت رائع 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 جربويه ولو انت عايزش فيه بعينك بالكامل قولي لي ولا حطيلك الفيديو هنعمل لهم بقى النهاردة وصف اكل يعني حاجة كده بلاش حابة عيش بيتين عندك سواء عيش فيه نوع عيش ابيض اي نوع عيش خبز يعني بايت نفرقه بأيدينا ناعم كده ولو عندك شوية شيشة ماشي ما عندكش مش مشكلة ممكن ما تحطيهاش لو عندك كسر فول ماشي برضو الفراخ مدام بقى عندها شهر خلاص كده بقى همهم زيك وداية معي الرده هيت النهاردة الرده انا بستخدمها بطرقتين اما ان انا احط عليها مية كده والفها بعيش وتشيشة زي ما هتشوفي دلوقتي او اني احطها نشفة بعملها لهم نشفة ودي ما شاء الله جميلة برضو جدا جدا والفراخ بيحبوها وبياكلوها بصي ما شاء الله حلاوة الرده بقى انها بتعمل ايه بتعادل يا جماعة الدهون الفضيعة دي يعني انت لو اكلت الفراخ بتاعتك ايش بس او دشيشة بس هتبقى الدهون جوه اللحم يعني تجتك للحم الفرخة نفسه تحس انه دهن بقى مش قادرة تكليه هتاخدي حتة ومش قادرة تاخدي التانية فالرده بتحول الدهون دي للحم فبسم الله ما شاء الله لو ربيتي على طريقتي وربتي ورايا انت هتدعيلي وقلتك كلها هتدعيلي لان هتكلي اطعم واجمل طيور في حياتك الفرخة او البطة او الحاجة اللي بتكليها بتبقى مدروسة لحم مقفلة لحم ما شاء الله مفيش دهن مفيش الكلام ده الدهن كله متجمع في منطقة واحدة اللي هي منطقة المصارين كده والبط ده انا باخده بقى وسيحه واعمله زيت تمام؟ واقلي بيه واعمل بيه كل حاجة يعني شوفي بقى مرقوا ما بتقلي بيه بطاطس لحد ما بتطبخ بيه واحل حاجة فيه بقى الرز الرز جميل كده وانا بقى عشان بسحب منهم العلف بالتدريج فانا خلاص ما بقيتش احط ليهم علف والله هم مش شوية العلف دول ولو عملت لهم برضو خلطة ناش فبحط شوية علف برضو صغيرين كده شوية علف كده بسيطة زي ما عودناهم من اول يوم ان احنا بنعمل لهم الاكل ونرش عليه شوية علف ودمتم هو ده اللي بتاخدوا الفراخ البلدي دي وهي دي طريقة التربية اللي انا بربيهم بيها بقى قل تكلفة وبقى قل كمية علف بتاخدي فرخي بقى طعمه مسكر جدا جدا زي بتاع زمان مفهوش ريحة الزفارة نهائي فراخك هتبقى مميزة جدا طعمها مختلف محدش دقى قبل كده وبالذات الرده مع الشيشة او رده مع العيش تدي تعمل الفراخ جميل جميل كرابي ولو عشر فرخيات طبعا معودين الفراخ من اول يوم ياكلوا بديل فاي حاجة هيكلوها هبوس تلاقيهم بياكلوا فيها ابنها زي ما انت شايفة كده هم حتى لو نقوا اللي عاجبوا ومسابوا اللي مش عاجبهم بسيبوا قدامهم لحد لما يخلصوه ما بدلعيش الفراخ وينقوا حاجة تقومي شايلها وحط غيرها لأ سيبي لحد لما يكون ميبقاش فيه في الارض ولا فتفوتة طبعا بحط شكارة زي كده عشان تستقبل الحاجات اللي ممكن تعملهم عشان ياكلوها تاني عشان مضيش منهم في الارض ومعرفوش ياكلوها لأ تبع شكارة فيرجعوا ياكلوها تاني تعالوا بقى نعمل دي ده كده اكل بالنهارة هوت انا عملت لكم كتير بدايل وافكار كتيرة موفرة دي من ضمن الافكار موفرة ممكن تعملي الوجبة دي مرة في اليوم مثلا كل يومين مرة هتساء الفراخ بتتجنن عليها ليه الفراخ بتحب التنوية جدا في الاكل اما الوصفة النشفة بقى انا بعملها جفة دي اتلا واحطها لفترات طويلة ساعتين بالليل طول الليل مثلا لو انت ايضا نور على الفراخ ليل ونهار كده يعني بحط اتنين كيلو من الردة ماشي بحط عليهم تلاتة كيلو من الدشيشة ده المقادر بالزبط وبعدين بحط عليهم اتنين كيلو من العلف ده كان زمان ايام العز انما دلوقتي ايام الدنك خود دنو فانا حطيت شوية ردة عليههم شوية الشيشة عليههم شوية علف اللي هو تركيز واحد وعشرين في المية ده حبة كده بسيطة يعني زي ما تقولي مثلا هنحط ايه كيلو ردة عليه كيلو تشيشة عليه نص كيلو علف كيلو ردة عليه كيلو تشيشة عليه نص كيلو علف ودقيقة المعلقة السحرية اللي انا خلاص اعتمتها لكل تيور بتاعتي بحطها اربع تيام وبشيلها اربع تيام من على الاكلternاشف وهي معلقة الشيح كده الفراخ بتاعتك ان شاء الله عمرها ما يجبقى عندها إسهالات أبدا أبدا ولا أصفر ولا بني ولا إسود ولا مدمم ولا الكلام ده كل ما شاء الله وشاهدة الفراخ بتبقى حلوة جدا وما فيش ديدان وما فيش الكلام ده كله فدي حاجة جميلة جدا الشيح تحطيه أربعة أيام على الأكل الناشف وتشيليه أربعة أيام الأكل ده ومبقى بحطه ممكن الأكل ده ممكن تعملي بإيه لو أنت مثلا مش بتأكل الفراخ بالليل بتطفي عليهم النور بالليل الفراخ دي على فكرة سهلة جدا أنك تعملي كده ممكن تحطيه شوية في الفطر وشوية في العاشة بالليل من الأكل الناشف ده يعني مش شرط أن انت تبضيلي حتى طول الليل قدامهم لأ تحط شوية الصبح يفطره وشوية آخر النهار بالليل قبل ما يتعاش وطول النهار بقى بداية للحاجات الأفكار اللي أنا بديت حالك دي كلها واللي لسه هنعملها مع بعض كده يبقى أنت ما شاء الله الفراخ بتاعتك هتبقى حلوة جدا وهيبقى يومها بعشرة وبقى الأقل كمية العلف ممكن تحطيها والكمية دي ممكن تكافيهم كتير يعني شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته